حزب الله نفذ اليوم ستة عمليات من بينها وأبرزها العملية التي تمكن فيها من السيطرة على مسيرة سكايلارك كما ذكرت الحادث هو الثاني من نوعه في خلال أيام قليلة أما العمليات التي شنها كانت هناك ثلاث عمليات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان أبرزها على مبنى الشرطة في كريات شمونة وعمليتان في القطاع الغربي أما قوات الاحتلال الإسرائيلي فكان لها سلسلة من الغارات شنتها على أكثر من بلدة جنوبية أبرزها في القطاع الغربي من جنوب لبنان حيث شنت غارات متتالية ظهر اليوم على بلدة رامية المجاورة لعيد الشعب وأيضا على يارون ويارين وشيحين وهذا في القطاع الغربي وفي القطاع الشرقي على ميس الجبل حيث تضررت بشكل كبير سيارات إسعاف تابعة لجمعية الرسالة التابعة لحركة أمل كما كانت غارة أيضا على حولة وسجل وقوع جريح نتيجة هذه الغارة إصابته طفيفة من بين العناصر في المخفر قوى الأمن الداخلي الذي تضرر بشضايا نتيجة هذه الغارة في شكل عام الوضع إذن لا يزال متوترا جدا في هذه المناطق الحدودية ولكن من ضمن التأكيد من قبل أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن قواعد الاشتباك لا تزال مضبوطة ومحدودة بحسب تعبيره هو بأن هذه المواجهات رغم ما تشهده من تطوراتها لا تزال من ضمن هذه القواعد وذلك على وقع طبعا استمرار الترقب لما سيحدث سواء في القاهرة من خلال مفاوضات التوصل لوقف إطلاق نار أو لهدنة طويلة بين إسرائيل وحماس أو بالنسبة إلى التطورات العسكرية والأمنية في رفح لأن ملف جنوب لبنان يبقى مرتبطا بملف هذا الصراع المفتوح بين إسرائيل وحماس وهذا ما أعاد وأكده اليوم أمين عام حزب الله حسن نصر الله عندما قال أنه عندما تهدأ في غزة تهدأ في لبنان إلا إذا أرادت إسرائيل توصيع الحرب بعدها باتجاه جنوب لبنان فستكون الأمور مفتوحة على توسع الحرب أيضا من قبل حزب الله ضد إسرائيل شكرا جزيلا لك كلاودي أبي حنة كنت معنا من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك